نوردوم سيهانوك الملك رئيس الوزراء رئيس الدولة وأكثر من ذلك بكثير فلم تنحصر أدوار سيهانوك في ألقابه السياسية المتوالية فحسب بل وصف بالموسيقي ومنتج الأفلام والمنفي وقائد المقاومة ففي البداية وضعت السلطات الاستعمارية الفرنسية الملك سيهانوك على عرش كمبوديا عام 1941 وكانوا يظنون أنه سيكون شابا يسهل التأثير عليه والتحكم فيه لكنه على العكس قاد كمبوديا إلى استقلالها وإلى ما يراه البعض عصرها الذهبي وتنحى من مركزه ملكا للبلاد وأصبح رئيسا للوزراء ولفترة وجيزة ازدهرت كمبوديا كرمز للتنمية والحياد في آسيا لكن أسلوب حكم سيهانوك كان أبويا أكثر منه ديمقراطيا مما أكسبه الكثير من الأعداء وفي عام 1970 نفذ الجيش انقلابا عسكريا أطاح به من الحكم ومهد الطريقة لأسوأ حقبة في تاريخ كمبوديا في السابق كان سيهانوك قد أجبر الشيوعين في كمبوديا إلى النفي السياسي داخل البلاد لكنه الآن دعم حركة الخمير الحمر الشيوعية في صراعهم لعزل الجيش عن السلطة ومنحهم ذلك الشرعية والتأييد الذي كانوا يحتاجون إليه للسيطرة على كمبوديا وعندما استولى الخمير الحمر على العاصمة فنونبين عام 1975 عين سيهانوك رئيسا للدولة ولكن سرعان ما وجد نفسه سجينا في قصره عندما بدأت الحركة تقتل المواطنين الكمبوديين المعارضين لأديولوجيتها وسياساتها مليون كمبودي قتلوا على مدار الأعوام الأربعة التالية بما في ذلك خمسة من أبناء سيهانوك نفسه وخمسة عشر من أحفاده وعلى الرغم من ذلك فقد دعم سيهانوك الخمير الحمر مرة أخرى في الثمانينات عندما اندلعت حرب أهلية في البلاد ومع اتفاق السلام عام 1991 أخيرا قطع سيهانوك علاقاته بالخمير الحمر وعتلى عرش البلاد مرة أخرى وأجريت أول انتخابات حرة في كمبوديا وفاز الحزب الملك بأغلبية الأصوات فيها ولكنه فيشل في استغلال هذا النصر وبدأ السلطة الملك تضضأ له تدريجيا وقد ترك سيهانوك الحكم تحت شروطه الخاصة عام 2004 بعد أن ضمن أن ابنه سيهاموني سيصبح ملك كمبوديا من بعده وفي العوام التي تلت أمضى معظم حياته في الصين البلد الذي نوفي فيه عدة مرات في العقود السابقة ورغم مسار حياته المضطرب واختفائه عن الأنظار أكثر فأكثر فقد حافظ سيهانوك في نهاية عمره على ولاء شعبه وكان عاملا قويا للوحدة في جزء مضطرب من العالم